تنادان على قانون تجنيس ما لا يزيد على أربعة ألاف شخص الذي أقره مجلس الأمة في دور عقاده الماضي كشفت وسائل إعلام محلية أن الحكومة ستشرع في أعداد كشف لتجنيس المستحقين للجنسية وفقاً للمادة الخامسة ومن المنتظر أن يضم الكشف المتوقع الإعلان عنه في نوفمبر المقبل أسماء أبناء الشهداء وأصحاب الشهادات العليا والعسكريين العاملين في شركة نفط الكويت شريطة أن يكونوا من حملة إحصاء 65 ولا تحتوي ملفاتهم على أي قيود أمنية وقد أوكلت للجهات المعنية كل في اختصاصه مهمة التدقيق في ملفات المرشحين للتجنيس حتى يتم أعداد كشف الملفات للفئات الأكثر استحقاقاً